فقرتنا الأخيرة عن الهاند بيت العمل اليدوي طبعاً من الأمور اللي بتجده بكتير من العالم كونه من الأشياء اللي بتحتوي على كتير من الشغف والإبداع واللمساطة الخاصة مساحتنا الأخيرة بعالم الهاند ميد أكيد لليوم منساعدنا الرحب بإياد شجاح وبنته ولاء الشجاح يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيك بالوداء رح مبلش معك سيد إياد ونحكي اليوم عن هاي الشراكة الحلوة بين الأب وبنته خلينا نتعرف أكتر عن مجال عملكون مجال عملي مختلف عن الموضوع هذا أنا مجال عملي بالستائر وتلاقيت عند بنتي شغلة كتير حلوة إنه عندها فنون يدوية تشتغلها حبيت أعمل لها مشروع خاص عملت لها مشروع خاص وبلشت فيه الحمد لله وفتير يعني قدرت تنجح فيه نعم ولا يعني عم يحكي والدك عن الشراكة بينك وبينه أنت كنت تعطي الأفكار بما أنك مطلعة أكتر على آخر الصيحات والتحديثات بعالم الهند ميد وخلينا نشوف شو بدك تشتغلي لنا أنتو عم تحكي هلا يعني الأفكار مني ومن أبي يعني بدك تشتغلي لنا شيء لايف لايف شراكة مثل ما قالت نيرميني كان كثير مهمة بين الأب وبينه ولكن خلينا نحكي عن التطبيق كيف عم تطبيق عالية العمل بينك وبين ولاؤ تمام هلا هي الفكرة بتبلج أنه ولاؤ شو مطلب منها مثلا بيجي مثلا أحد الأشخاص بيطلب منها شيء معين خاص فيه تمام مثلا مثل أطعت مثلا أكسسوار أنه ينحط فيها أكسسوارات أو مكياج هلا هي هون بتحط أفكارها شو بدها بترسم على وراء شو بدها بتعطيني أنا بعمل لها إياه هنا على الكمبيوتر بصمر لها بضبط لها الإياسات هلا في النحلة الثانية بتكون هي مرحلة الإنتاج المرحلة الإنتاج بتصير على طريق المكانة ليزر نعم ويصير في قص بعدين هي تطويق الأطعة اللي تنتهي نعم يعني هلا كل شيء شايفينه هون هو من تصميم من تصميم ولا من تصميم ولا تمام خليه هيك نستعرض شوية نمازج هاي الأطعة مثلا هاي الأطعة مثلا هاي الأطعة تعتبر مثلا نحط فيها صوت طفل صغير تمام تمام تحطيك جمتاقته يعني تعطي هيك ديكور حلو بغرفة الأطفال تمام في عندك مثلا الأطعة هاي مثلا هاي الأطعة مثلا هاي الأطعة مثلا نحط على المكتب الدعم أي شخص مثلا بحط فيها كتبه بحط فيها أقلامه بحط فيها احتياجاته الشخصية تمام هاي الفكرة يمكن كتير مميزة عم نحكي كمان تمام طبع الكتب يمكن هاي الفكرة ممكن في حدا يعطيك أنه بدي الألوان كذا بدي مثلا أكبر تكون تمام هل تطلب هيك اشياء؟ في ناس تطلب هيك اياس محدة مثلا عندما كان مثلا اياس يحط فيها القطع ويندى يحطوا القطع نعمل على حسب الياس يطلبوه هنه نعم نعم كمان عم نشوف قطعة كتير حلوة صندوق جوهرات هاده بشكل دائر يعني لف تمام هاي من القطع المميزة كمان من تصميمه لا تمام هاي هاي طول ما نعتنيين فيها القطع ما بصلا الشي يعني بتعيش يعني نحن في عنا قطع مثلا مشارينا من زمان موجودة عم استعمالها يعني هاي تمام خلينا نروح لعند ولاء ولاء أنت صفحة عشر هلا تمام ومبلش من سنتين خلينا نحكي عن بدايتك أي ما تكتشفتي أنه أنت عندك هاي الموهبة أو حابة تطبقي هاده الشي أنا بحب أرسمي كتير وهك ف يعني أول شي كنت تساوي بالبيت شي إلي فبعدين حبيت أنه أنا يعني عم أمبسط بالشغلة اللي عم ساوية بإيدي فحبيت أنه بابا عنده بمجال عمله قالت ليزر وهيك فأنه صممنا شي لأنه مشان شوف أنه لرفقاتي وهيك أول شي كانت أنه بس مجرد أنه مثلا هدايا أو هيك بعدين صار ينطلب مني والناس يحبوها كتير نعم ولا يعني نتمنى تشتغلي لايفا على الكاميرا حتى نشوف شو راح تنجزي هلأ معنا أكيد خلينا نحكي شوي اليوم أدي مهمة المشروع الخاص وخاصة يعني بالأعمال اليدوية وبهذا الوقت أمن الواحد يخص هيك يأسس مشروع خاص له وينتش شي حلو يعني يساعد العالم على اقتناء قطعة تكون بسعر مناسب وأيضا جميلة يعني أنت بتشتغلي قطعة لأي شخص مثلا تشوف يبتسم وينسر وتعطي إياها أنت هون سعادتك يعني نحن منطلق هذا نحن مشروعنا نحس بسعادة الناس القطعة اللي عم نعطيهم إياها خاصة تكون عليها صورون أو أسماء يعني أنت بتنسري إنه هم يعني نسروا بالقطعة لأخذوها نعم أكيد ولا إمكان خلصت القطعة اللي هيت شرحلنا عنا كمان هي صار جاهزة يعني هلا فيني حط مثلا فيها ميكياج كتير حلو بتطلع مثلا للشغلات يعني أنه حلوة للصبية بغرفتها وهيك بتنظم لها هون وهي مثلا فيها أقلام ممكن هيك أو هيك يعني بتناسب للكل ولا من أن تأخذي الأفكار يعني دائما كلمة تسوي إطعاب بتقولي ممكن حابة لو ضفت له هيك أو عملت له هيك وكل مرة ممكن بتطلعي أفكار جديدة من وين بتستمدي أفكار؟ يعني أنه بسألوا أنه منتشاور أنه أني أحلى وهيك وطبعا الزبائن أحياناً بيكون عندهم أفكار كتير حلوة أكتر يمكن للطلبات اللي عم تجيكم أول شيء التسويق عملكون كيف عم بيكون والطلبات اللي عم تكون يعني عم تطلب منكم لتصميم بعض القطع كيف عم بتكون ردود الأفعال عن استلام القطع؟ طرينا عن طريق النات عم نشتغل نحن تسويق عن طريق النات؟ هو بس فيه يعني فيه مركز تسليم هو المحل نعم هلأ نحن وقلت لك أنه نحن الشخص اللي عم يطلب مننا القطع في عنا بيجينا إياهم أحياناً أشخاص كون زوقهم كتير يعني رفيع هيك بدهم قطع هيك مميزة عم نقدر نحن متواصل مع أولاء عم يقدروا يوصلوا لها فكرتهم شو بدون طبعاً بعد ما نعمل التصميم ونورجيون إياه ويعادلوا إياه مع أعليم ورجعوا مرة تانية نحن من ضبطه أنت هون عم تطلع القطع كتير مميزة يعني ويأخذوها ينسروا فيها تلك كما تلك أنه كتير نحن ننسر يعني بسروراً نعم يعني بالخطام بدنا نشكرك سيد إياد شياح وابنته أولاء شياح على وجودكم معنا وعلى أفكار الزريفة اللي مداتوا فيها أهلا سأشكرنا لكم شكراً لوجودكم معنا شكراً